حكي لي أكثر أول ظهور قدام العالم والناس اليوم بعد ما تعودنا على فيديوهاتك أنه تكون دقيقة بصمت مع ميوزيك بشكل ممتع أشوف أحب أظهر بين الناس وكذا بس أنا يعني ما أخد راحتي بالطبخ وهيكي بس كون خلف الكاميرا فإنه حلو سألوا فاضل لديك الطريقة شو سر اهتمامك بالملابس يعني اليوم ستايليش مثل ما عم تقدمي محتوى له علاقة بالطبخ عم نشوف كل مرة ستايل أواعي شكل العين بتحب تشوف الجمال بتحب تشوف الشي الحلو فأنا بس بدي أقدم بقدم كل شي حلو عندي فمشان هيك راح ترأي كل شي حلو اليوم نحن بمعرض الكتاب بس بنفس الوقت عم نشوف أكتر من نوع من أنواع الفنون من الرسم من الطبخ قديش بيعني لك أن يكون معرض بخص القراء والكتاب بس أنت في عم تقدمي محتوى مختلف لسوي ثقافي وفن بنفس الوقت أنا من الأشخاص اللي كانت إحدى هواياتهم معرض الكتاب كنت أستنى معرض الكتاب عنا بسيط هيك صغنون بس كنت بالمدرسة وبصغري استنى معرض الكتاب لأني بحبه بحب إيرا كتب وعندي كولكشين كتب وبحب الفن وبحب شوف هالأشياء فأني أكون مدعوة على هيك أحد أول معرض الكتاب بهذا الضخامي أنا بندع علي فعلا وبكون عم بقدم في شي فيه فأشي كتير حلو سمعتك خلال الشو عم تقولي أنه أطيب طبخة عندك يمكن ملوخية ورق ولا أنا غلطان ملوخية ورق مش غلطان عندي سؤال أخير بالنسبة للمحتوى اللي حابة تقدمي بالمستقبل هل رح تضل عبير الصغير مثل ما منعرفها طل علينا بنفس الستايل بنفس اللوكيشن بمطبخة بمدة دقيقة أو ممكن يكون في شي جديد قريبا هلأ أهوي يعني أنا بحب هيدا الستايل اللي أنا فيه وبتمنى أدول آخر عمري بس لازم تطور يعني لازم تطور شوي عشان الناس تاخد كمان أشياء جديدة بعد ما فينا نضلنا على نفس المستايل فإن شاء الله فيه أشياء جديدة شكرا كتير شكرا شكرا